من يومها سلل عب بن طهران لالتهام مناطق اخرى في جغرافيا الارض اليمنية وهو يرى بام عينيه مشهد الهجرة الجماعية لابناء دماج عن ديارهم وبصورة قصرية لم يمتلكوا حيالها الرقل وقد اقدمت ميليشياته على امطارهم بالقذاء في ليل نهار وقتلت منهم المئات من الرجال والنساء والاطفال واحالت مساكنهم ومتلكاتهم الى خراب وعنونت اشهرهم بالرعب من يومها تماد ابن طهران بشكل اكثر وضوحا في الخروج عن استحقاقات الحوار الوطني التي توافق اليمنيون عليها لبناء دولتهم المدنية المنشودة تماد باستخدام السلاح للتوسع في عدة مناطق يمنية منطلقا من صعدة خلال حروب خاضها ضد اليمنيين تحت عدة مسميات فاعتدى على حجة وذمار وارق حياة ابناء ارحب وعكر صفو ابناء همدان وغيرها من المناطق حتى اسقطت في يده عمران ليجعل منها نقطة انطلاق لخوض حروب في الجوف وصولا الى صنعاء والتهديد باسقاطها بدافع نتائج حروب تتهم شخصيات في الدولة باخراجه منها منتصر